قبل ما قولك تقول إيه الجمهور ممكن في ناس تقولك تفشحت حقك عالميا احنا بنحاول نردرك جزء بسيط من اللي انت قدمت والله وانت رمز من رموز الكرة مصرية انت لو بتلعب في اهلي او في زمالك لا والله الحمد لله رب العالمين انا يعني من مطرح نادي الترسانة ده يعني اما ما مش في اي حتة الحمد لله راضي عن مشورك اه طبعا الحمد لله رب العالمين كمنتخب وكلادي كله 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 راضي الحمد لله رب العالمين حتقول إيه بقى للجماهير دي ات الله قلهم يعني متشاكرين جدا اه لو كان يعني حلو او وحش يعني لو كنت انا بلعب ويعني بتشجعني ولا بتشتمني ولا بتاع انتو ناس محترمين جدا وانا بحب الجمهور عمتا يعني يعني انا كان نفسي بنوري هنا كمان اكابت المصطفى ان الملعب كلها جمهور يخش انت شايف ان الملعب بدون جمهور ماليش طعب وانا يعني انا لعب يعني اللعيب اللي هلعب ضده هيسقف لي ولا جمهور هو اللي هيشجعني والعب وآده وآده تتمنى رجوع الجمهور مرة تانية زي الأول نعم تتمنى رجوع جمهور مرة تانية داريت الله كنت مصطفى طيب احنا وصلنا لآخر فقرة لما قولك انت مين اسمك السلاسي ايه الاسر اللي انت عايش معاها ايه هوايتك ايه انت مين هتقول ايه انا حسن علي حسن حسين أبو عزيز كل ده ده اسمك بال اه ما لازم ده طيب اجبت العيلة كلها ما هي اللقب بابو عزيز دي انا كنت في السعودية ولقيت نفسي كنت مع المنتخب اه فلقيت نفسي بيخشوا على اللعيبة وفين حسن علي ده قالوا اللي هو في نجدة فروحوا جايين واخديني اه اتري اسم حسن علي حسن حسين اه ارهابي 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 اوه فانا ضفت طيب يلا حسن بقى خلص لا والله كنت في السعود زي ما بقوله حدرتك كده فانا ضفت ابو عزيز ده في الجواز والحاجات دي عشان الحتة دي واسم الام تفاديه اه بتاخدش بقى في اي حتة يعني ماشي الله حتى لو عندنا في المطار بتاع مصر يعني كده سليم لا الحمد لله رب العمين لا تمسكش بنادي ولا لا لا بنادي مليش في الحاجات دي طيب عرفنا على قسرتك اللي انت عايش معاها عندي مي وعندي حسن مي كانت سباحة كان هي وراني علواني بالزبط كده بالزبط مي دلوقتي مدير عام في وزارة الشباب والرياض ما شاء الله ربنا خليها لك وعندي مروة خارجة أسار ما شاء الله عندي علي وملك ومي علي ما شاء الله في السباحة ما شاء الله زي أمه وملك كارتين طلعت تاني على الجهزة اللي من دولة ما شاء الله ومي تأديفه بتاع تأديف عندي حسن ما شاء الله حسن لايب كرة لا باسكت إن شاء الله أطول مني لا 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 هم دخلناهم اللعبة بقى اللي هي وفي الباسكت برضو والسلة بيعمل حركاته بتاعه كل حاجة بعمل حسن صلاة النبي يعني أواخد منك كل حاجة كل حاجة حتى الشكر طب ما شاء الله ربنا الشيخ محمد بقى أحرف منه كان في نازة مالك وغدينه أعارة بتاع المصيرة الصلاة من نازة مالك ما شاء الله أخو محمد ابني ماي يعني اتنين أولاد ماي وتلاتة أولاد نور والمدام اللي هي توفت أه توفت الحاجة الله يحبه ويقص إليه ويجعل بسواج أنا كنت الله مأمين يا رب الله مأمين ستة طيبة وستة جميلة الله يخليك ابت نصرف الله يخليك حبيبه هويتك إغر الكورة تحب تعمل إغر الكورة أو التمرين أنا والله يعني أنا البيت جاب بالنادي على طول يعني أنا أه أه تعدي الشارع أعدي الشارع أخش أقعد أشوف نظمين عنده ماتش من عنده تمرين اللي عنده ماتش بروح معها بباريس هوية أخرى صيد ولا طوّة ولا أي حاجة لا 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 ما أحب شل حاجات دي خلق أنا من البيت لنادي ومن نادي البيت حتى كفاهات آآ ما لكش فيها ما لكش فيها ما لكش فيها أقعدنا عنده حد يعني خالص حتى في النادي ما بقضش طيب أنت معروف أنك من المتبح أي المتبح هتخش بقى على العكاوي والكبدة والفشة والكرشة وباش عارضوا الكلام دا كله إيه أكلتك المفضلة في الأكلة دي لو هقولنا كنتم يعني أنا بحب العكاوي جدا ما في حد بيقرع العكاوي ما لك حضرتك أحب حاجة جدا أه يا كبت المصطفى أحب الدماغ بتاع الخروف تغاو الدماغ بقى لا يعني أنا أحب تسيبه كويس جدا أه ومسكها أفشخ فصصها كده أنا اللي أطلع اللحمة واللسان والعيون وتخصص بك أه حتى أجيب حاجة كده ورح لدع الدماغ كده عشان المخ يطلع لي طيب بتحب الراس الخرفان أو الراس لا هو الخروف بس الخروف طيب في أكلة مفضلة أنت بتحبها غير الكلام ده أه بحب حاجة اسمها المبقبجة المبقبجة الهي الماكرونة بال الماكرونة بالدمعة باللحمة الكبيرة دي الملبسة دي أه يعني اللحمة هبه كده مش حبك زيارة لا أنا مرة كنت عملتها بس ما عملتهاش زي الناس يعني أنا بروح أنا حتى كده مشهورين يعني هناك فبيعملوها عاش على عاش ما بتعملش أي أنت ما دخلتش مطبخ خالص لا دخلت أنا ممكن أعمل فتة طيب ما تقول للناس صبر الفتة إيه اللي أنت بتعملها أنا بقول لحضرتك الفتة دي هوياتي يعني من ساعة الحاجة الله يرحمه من التوطف الله يرحمه يا حسين إليه فكنت أخشي بقى المطبخ أعمل الفتة بالزياد أنت كنت تقول لي هي كانت مشهورة بالفتة بتعلمتها منها؟ أه علمتني بقى حتة الفتة بتعملها إزاي بقى؟ بعملها باجيب بالعيش مم بحطه في السينية إيه دا هو الفتة بتعلمهم بالعيش؟ طيب ماشي العيش وروز أيماً عارف فبحط اللعيش اللي هو الناشف دا وأكون مسا ما بتحمصوش؟ لا ممكن أحمصو ممكن أحمصو كويس بس عادي بيبقى كويس يعني طيب وبعين أجيب الشربة وهي سخنة مولعة كده أروش على العيش على العيش أه على السينية يعني في السينية يكون نعيش يعني بتاع وبعدين أجيب أجيب القوطة السلسة أه وروح فريشة بردك إنت كنت بحط وبعدين إنت كنت بحطت الرز ولا محطتش الرز بس أنا لسه بقى أحط الرز رايب أنت بتحط السلسة بين أه المهمة أروح مصفي بتاع أحطي كده حاجة كده أصفي الشربة أه ما مصفيهاش العيش بشربه يعني أه وراح جاي بالرز أه وراح فرشه وراح جاي بقى إيه السلسة حاطيتها لو بدمعة بتاعمل بخل وطوم وحاجات زي كده أه يعني ممكن نعمل دي وعمل دي وبقى بتحطها فيها إيه بقى وبعين بقى حط بقى إيه عندك بقى عكاوي أه بفريشها يعني على الترابيزة على الصينية هي عمتا بتبقى أنا فتح يعني المتجازة على عيني الزغيرة عشان تدي السخونية وتدي الأكل يعني طعم كويس جدا أحطي بقى عشاء فيها إيه بتاع العكاوي لإما أجيب فيه إفخاة الضانية وفيه الزنود الضانية بقولك إحنا لو كاننا دي بش هتعرف تحضر لا لا إزائي ربنا أديك الصحة طبعا إحنا مستنين الصينية معناي أخا ربي ربنا خليك أبو علي ليك في السوشيال ميديا اللي بتحصل الأيام دي لا والله كابتن ما بحبش عن حاجة دي خالص ما بحباش هل دي أصرت علينا ولا أفادت المجتمع أنا بقول أصرت أصرت بالسلب طيب مع الأولاد خاصة يعني في كل حاجة طيب ليك في الأغاني القديمة أه أحب أحب مين من مطربك المفضل يعني أحب فيه محمد أنديل ده أنا يا سلام يا سلام إنت جاي بواحد يعني أحب كرم محمود الله 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 يعني ما هاتيك ده أدخي كمان عبد من طلب لا عبد من طلب ده حاجة تانية كابتن صراحة ربنا ده مع الفاتة بقى ده يعيني يعيني في التربوش وتربوش عشان سويس جديد لكن لازش يعني محترمين يا كابتن والله إيه الأغنية أنت بتسمحة بترجعك للزمن الجميل اللي إحنا فيه أنا بحب بتاعة عم عزيزي محمود إيه؟ بتاعة تاكس الغرام تاكس الغرام يعني هو وتعريباً هو هدى سلطان هدى سلطان مزمور يعني شوف بقى ما ده بعكز إزاي طيب ليك في الأفلام من أبيض السود؟ آآ لي آآ إيه بقى بتحب أفلام إيه؟ هحب فريد شاوق ومحمود مليفيا محمود علشان ده بطل الشاشة وده اللي بتضرب آآ يعني ده بتضرب لما بيشوف فريد شاوق بيتضرب مرة بيحصل إيه؟ لا ما أشوفش أنا فريد شاوق لما مرة في الفيلم بتاع كان طالعه وار كده وبتاع آآ وأنو الوقت قاعد يضرب فيه بزعلان أوي وبتضربه طيب هل في سؤال كنت متوقع نحنا أستقول لكم مساء لناهوش؟ لا والله كنت مصطفى خلص؟ لا والله طيب لو أنت عندك رسالة عاوز تبعثها المين وهتقول فيها إيه؟ وأنت بص كده للكاميرا كده يعني أنا نفسي ونور عيني بنتي ميت أمه تبقى زي الفل إن شاء الله بإذن الله حتبقى زي الفل لأن أنت الناس كلها بتحبك وبسم الله ما شاء الله ولادك زي الفل ومي بطلة بطلة إفريقيا عز أكتر من كده إيه؟ إن شاء الله يا ربنا كامل شفاء على خير وتبقى زي الفل وتبقى عروسة قد الدنيا إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين ربنا أكرمها كمان إن شغل الحمد لله إن شغل اللي هي فيه وأكرمها بحسن ومحمد بربك ربنا يخليهم لك يا رب ويسعدك بيهم وتشوفهم في أحسن صحة ونفسي يعني أمنيتي يعني النادي الترسانة يبطلها نور ممتاز إن شاء الرحمن أنا بقول لجميل نادي الترسانة أقفوا ورا ناديكم أقفوا ورا ناديكم لأن نادي الترسانة نادي عز علينا كلنا ويا ما شاف نجوم كبيرة قوي عشان كبير